السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية ليكم وتحية من قلبي تلمس قلوبكم النقية الطيبة بإذن الله تعالى أهلا وسهلا بكم وكلكم على راسي من فوق في الحقيقة لما بيجي يخش الشتاء علينا بيبقى إحنا أهم حاجة عندنا التدفية فبالتالي إشارات المخ بتروح على فاتح الشهية بتخلي مثلا جسمك كده عنده قابلية لأنه هو يعرض يأكل كتير فبالتالي بناكل كتير عشان لأنه هو طبعا الشتاء أو البرودة بتفتح النفس على طول على طول اللي إحنا ممكن نأكل يعني وبالتالي عشان كمية الأكل يدخلها في جسمنا دي بتقللك من حدة البرودة شوي طبعا بجانب المشروبات السخنة والشكالاتات طبعا تقعدت فجأة على التمسيق أو على فيلم تقعدت كتير شوكولاتة فبتلاقي نفسك إيه خرقتي من الشتاء واستقبلت الصيف بوزن زيادة وبالتالي معرفتيش بارطة اللي إنت تلبس الملابس اللي عندك في الدولاب وبقت صغيرة عليكي تحملي إيه يا ست الكل هقولك الحل العبقري الجهنمي في معلقة سحرية المعلقة السحرية دي هتخليك تفقد من وزن كتير جدا ليه ليه المعلقة دي عم يسيف انت بتكلمنا وإيه هي المعلقة دي المعلقة دي فيها اتنين ونص جرام من الألياف اللي هيخليكي حرفيا كده يوقف الشهية عندك ما يخليكيش تكتل إطلاقا يعني هيحسسك بالشبعة ليه لأنها يعني بتعمل ليه لأن الألياف اللي فيها هي مخصصة مخصصة لفقدان الشهية طيب فيها إيه كمان فيها إنها بتساعد أو فيها موجود فيها يعني عبارة عن زيوت عطرية يبقى فيها زيوت عطرية الزيوت دي بتخليك اللي هي تفرز الأنزيمات والعصارة الهضمية في المعدة عشان كده بتعمل على تحفيز عملية الهضم برضو مش كفاية فيها إيه تاني هقولك بتعمل على زيادة معدل حركة الأمعاء يعني بتخلي الأمعاء بتتحرك إيه بسرعة وده بيساعد على عملية تخفيف حدة الإيه الإمساج برافو عليكم ممتازين بتخفف من عملية الإيه الإمساج اللي هو بيخلي عندك زيادة في الإيه في الوزن إن إحنا قلنا من أهم الأسباب يعني إنقاذ الوزن إن إيه ما يكونش عندك إيه إمساج مزمن لازم تتخلص منه بالملينات على طول طيب البرضو الميزة اللي فيها اللي هي بتقدر تخلصك من السموم في الجسم أو السوائل اللي زيادة في الجسم موجودة بتخلصها لك أو بتخرجها لك بطريقة رهيبة جدا اللي إحنا بنتكلم عليه حاجة موجودة في مطبخك يا ست تطلعيها وابدقي اشربيها وهتبقى عسل يا كفيكي اللي أنت تشربي كوب بيتين تاني كوب بيتين صباحا ومساءا وفي النص خدي راحة ما فيش مشكلة خدي راحة ولكن كوب بيتين صدقيني يعني حاجة رهيبة فوق مما تتخيلي إيه هي المعلقة دي الجهنمية العبقرية المستخبية إيه هي الكوزبرة وخلي بالك ما تفرقش بقى الكوزبرة الفرش الورق الجميلة الخضرة دي من الكوزبرة النشفة اللي اتنين إخوات ولو عايزة تقوليهم ولاد عم قولي ولاد عم ما فيش مشكلة بس اللي اتنين غبرين في عملية سد الشهية وتقليد وإنقاص الوزن بطريقة رهيبة هل اكتفي بيها الوحدة لا هنحط حاجة معها كمان عشان تبدأ تزود من عملية حر الدهون في الجسم ايه هي برضو هقولي هناخد معنا كباية المية دي وبعد كده هناخد معنا هنا معانا معلقة من الكوزبرة هناخد معنا معلقة من الكوزبرة انا مش عف امسكوا بالصراحة عاملين زي الكور كده اهو اهو هناخد كده معلقة من الكوزبرة وخلي بالك بقى هي هنبدأ ايه خلي بقى عشان فيه تعليمات لازم اقولهانك اهو احنا كده دي مية سخنة اهو انا ايه هبدأ اقلب فيهم كده اهو بعد كده هجيب بقى حاجة ترفعلي من كل الكلام ده اللي هو ايه ايوة بالزبط كده اللمونة اللمونة اهو ونبدأ نعصر عليها اللمونة كده وانتو اللمونة التانية طيب هل ممكن احط اللمونة باشرها مفيش مشكلة ممكن احط اهو يا سيد انا بعد ما عصرتها حطيت اللمونة باشرها اهو 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 اعمل ايه بقى اروح مغطيها عليها كده اهو هغطي ليه فاكرين لما قلنا ان فيها زيوت عطرية هيدو اهو هو بقى الكلام ده بقى الزيوت العطرية دي انا عايز احتفظ بيها هنا طيب هل ممكن اللي احنا نغليها مفيش مشكلة ممكن ان احنا نغليها بس انا هفقد يعني سبعين في المية من الزيوت العطرية فبالتالي مش هستفد فيها من عملية الافراص الانزيمات والعصرة الهضمية في المعدة تمام يبقى ممكن اغليها اه ممكن اغليها ولكن انا مش هستفد بيها في الحتة دي لكن لو انا عملتها كده جبت الماء السخنة حطيت المعلقة ولمونة وقفلت عليها كده وستنت عليها لما تبرد سيكة انت احنا في الشتاء بمجرد ما دي هتلاقيها بقت ايه بقت عادية جدا وتاخديها تشربيها يا ست الكل صباحا ومساء في الاخر هتلاقي وزنك طلع دخل على الصف كده ملكان هتلاقي جسمك دوت يعني عشرة على عشرة ولا زيادة ولا نقصان وممكن تروح اللي انت تنقصف وزنك بدرجة رهيبة تحياتي ليكم شكرا ويب بكونوا استفدتم والف شكر ليكم جميعا